سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة حوله لك على بعض وبدأ نتكلم مع بعض التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة غير سياحية بالبلاد لآخر يونيو القادم آخر يونيو حيتم إيقاف كل الخدمات وفقاً للمهلة المحددة المهلة دي كانت محددة من السنة اللي فاتت وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة عشان تاخد بطاقة إعفاء إقامة عليك إيه؟ عليك إنك تستخرج هذه البطاقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروحة الجغرافية بجميع المحافظات ده معناه إيه؟ إحنا بطلع أقول إن عندنا 9 ملايين مواطن عربي حد بيقول لي لا دول 9 ملايين عربي وإفريقي وأجنبش طيب اللي معهم إقامات قد إيه؟ طيب اللي ينطبق عليهم وصف اللاجئين واللاجئ له حقوق في لاجئين موجودين في مصر والمفاوضية مسؤولة عنهم وبتصرف لهم هم مباشرة من المفاوضية للاجئين واللاجئين دول اللي جايين من دول إفريقية من بعض الدول العربية ولم يقنونوا أوضاعهم يعني ما راحش عمل إقامة أو جاي بتأشيرة سياحة هذا الوضع في أي دولة في الدنيا مش لازم نعرف عندنا مين؟ عددهم قد إيه؟ الجنسيات والنوعها؟ مصادر داخلهم؟ عايشين إزاي؟ ولا المسألة تصبح درب من الفوضى؟ ده جايز يكون هذا القرار تأخر هذا القرار له علاقة بالنظر الإنسانية والتعامل المصري طول الوقت مع أي حد بيدخل على الأرض المصرية وحتعرفه ده من شوية عند ضيف خاص حبيته وحكلمك عنه بعد شوية لكن أي دولة في الدنيا اللي دخلها لازم تعرف مين دخلها وتجمع بيانات عنه وتعرف هو ساكن فين وبيشتغل إيه؟ بياكل إيه؟ لكن هو بيستهلك إيه؟ إيه الخدمات اللي بيستهلك؟ وسائل مواصلات مدعمة بنزين مدعمة مستشفيات مدعمة مدارس مدعمة كل شيء كهربا مدعمة ميا مدعمة كل شيء بياخده زي المواطن المصري كل ده حيوقف ولن يستطيع ساعتها إنه يعمل ده إذ لم يذهب ويقول يا جماعة أنا وضع كذا ادوني بطاقة فلو تنطبق عليه الشروط هيصنف وياخد بطاقة الإقامة اللهم بلغت اللهم فشهد دولة تنظم أوراقها وهذا حق وواجب النهاردة سيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى ترجمة نانسي قنقر